مرحبا بكم رجعنا لكم ربطنا الراس بيري على الشاشة وربطنا على اليو اس بي كي بورد موقع شنو بقى ينطيب باور راح يبدى يحمل الوبرتنج سيستم اوكي فان راح اطيب باور حتى نوصل للوغين اوكي بعد ما اطيبنا باور راح بدي يحمل الوبرتنج سيستم اللي خزاننا وننتظر حد ما اطلعنا شاشة اللوغ ان حتى ندخل بالديفولت ونبدي نسوي حتى نبدي نسوي مجلط الوبرتنج اللوغ ان اوكي اطلب منك login login هو default هو pi pi اوكي الباسورد هو raspberry اوكي حسن منطلع عليك هذا الاسدولار يعني انت دخلت لي ال raspberry وممكن حسن نسوي configuration حسن تصل configuration يراد تستخدمي super user او sudo sudo اوكي فاصلة اتمنى تكون واضحة rasp slash config اوكي وتضغط enter اوكي اوكي وماذا طلعلك هذه النافذة نحن نلون رجع الشاشة شوي اوكي اوكي بها الشكل هذة اذا تكون واضحة اوكي بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة الآن يجب أن تقوم بـ Configuration لـ Interface فتذهب إلى Interface رقم 5 نزل إلى Interfacing Options و تذهب إلى SSH و تضغط Enter و تجد على No يجب أن تقوم بـ Yes و تضغط Enter فهنا فعلت SSH بعد الخيار الثاني اللي تفعله بالـ Raspberry Config تذهب إلى Network Options و تذهب إلى ثاني اختيار Wi-Fi و تكتب Wi-Fi اللي أنت تتصل عليه يعني لازم أكفد راوتر بالموضوع إذا لم يكن راوتر أنت لا تستطيع تستخدم SSH نضغط OK و نضغط و نضغط الـ Password و نضغط و نضغط و نضغط و نضغط و نضغط و نضغط بعد ما تضغط نضغط بالأسفل سوف تتصل على هذه المؤشر سوف أكتب Exit أو يمكن أن تضغط سنضغط ال Exit حتى يخرج من Configuration خرج من Configuration هسه ممكن تدخل مرة ثانية Pi Raspberry بري بعد هذا ممكن تكتبس سو فاصله الأفضل أنه طفيه يعني مو بعشرة ثانية فصة من الكهرباء فراح أطفيه وأروح للكومبيوتر ومن أنك أدخل عليه بالSSH اوكي هس اصار شوت داون ورجعنا لشاشتنا لحده ناشكر متابعتكم اتمنى الفيديو كان واضح غيرنا فعلنا الاس اس اح واتصادنا بالراوتر المنزلي الموجود داخل البيت وبعدها رح ندخل بالاس اس اح عن طريق الحاسبة حتى يبقى دروسنا كلها رح تكون عن طريق الاس اس اح عن طريق البتي لحده ناشكر متابعتكم تحياتي لكم